جاء توجيه السمو للعهد رئيس المجلس الوزراء إلى التحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية ومصلة الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق من أجل ضمان استقرار الأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك على وتنع على الظروف العالمية نعم هذا وتوحد حكومة مملكة البحرين جهودها دائما وفي مختلف الظروف إذا اجتازت التحدي الذي فرضته جائحة كورونا وأسهمت في الحلول من تداعيات الجائحة التي عصفت بالأسواق العالمية بوجود عدد من الظروف وتطورات العالمية إلاوة على اقتراب حلول شهر رمضان المبارك جاء توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى التحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية ومواصلة الرقابة لتكون هذه السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر توجيهة سموه تأتي من منطلق الحرص على عدم المساس بكل ما يؤثر على المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ولذلك أردف في توجيهه بتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك ويأتي دور وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إنفاذ القانون من خلال الحملات التفتيشية حيث أن استدامة السلع في أسواق مملكة البحرين والحفاظ على الإمدالات الكافية يأتي بفضل مواكبة جهود الوزارة المسبقة لكل الظروف استجابة لاحتياجات السوق في مختلف المواسم ولم تكن الظروف الحالية فقط تمثل تحديا بل سبقها تحدي جائحة كورونا العالمية إلا أن مملكة البحرين لم تألو جهدا لوضع مصطحة المواطن في المقام الأول في كل الظروف حيث أن الإجراءات والقرارات التي قامت بها الحكومة الموقرة متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسهمت في الحيلولة من تداعيات الجائحة التي عصفت بالأسواق العالمية وهو الأمر الذي اتضح جليا بعد مرور أكثر من عامين على الجائحة وتوفر السلع في كل الأوقات دون انقطاع أو ضرر ومع كل هذه التحديات التي تحيط بمعظم دول العالم تؤكد توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حرص سموه على استمرار تدفق السلع كما ونوعا وبأسعار متوازنة من أجل مواجهة المتغيرات الحالية كما واجه فريق البحرين متغيرة الجائحة سابقا وكل متغير مستقبلي بحنكة وقيادة سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر